اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فالآن أنتم زي ما أنتم شايفين نسبة نجاحها بيكون قيمة 20% فممكن 20% ما رح تشتغل معاك بنسبة عالية جدا فأنت لا تعتمد على هذه الأركين بنسبة عالية جدا إلا إذا كان تحس أنك تحتاج هذه الأركين بشكل كبير فأنتم زي ما أنتم شايفين أنا مركب ثنتين حتى تكون عندي نسبة قيمة 40% فممكن تعطيها نسبة أعلى بحيث أنها تشتغل معايا لكن هذه الأركين ممكن لها يكون فائدتها الخاصة فيك مع أنه قليل استخدامها لكن بما أنه موجودة ضمن الأركينات لازم نشرحها عندنا في القناة عشان الكل يعرف كيف يقدر يتعامل معها خلونا نشوف الآن كيف نقدر نتعامل مع هذه الأركين زي ما أنتم شايفين يا شباب عند الآن هنا مجموعة من الانيمي وجنبهم القراس أو مثلا مجموعة من الكورة الخاصة بالإنرجي احتمالية نجاح هذه الأركين زي ما قلنا ضعيفة لكن خلونا نشوف الحين نحاول نشيل كل الأركين على حدة ونشوف اشي اللي راح يصير في الانيمي طبعا خلونا نخلص الحين الانرجي اللي عندي يلا خلونا نشوف الحين شوف الحين لما نشيل هذه الأركين شفتوا كيف الطريقة اشتغلت معنا الأركين زي ما انتم شفتم طبعا طاح الأنيمي على طول اخذ ميزة اللي هي النكداون ونطاحه في الأرض وزي ما قلنا هذي احتمالية انها تنجح معك او انها ما راح تنجح معك نشوف الحين هنا ما اشتغلت معنا برضو ما اشتغلت هنا الحين اشتغلت معنا فزي ما انتم شايفين يعني هي لها نسبة نجاح ونسبة عدم نجاح فيعني ممكنها ما راح تشتغل معك ممكنها تشتغل معك عموما هو باختصار هذه هي وظيفة الأركين اللي اسمها انك اذا شلت الانيرجي من الأرض راح يكون عندك نسبة 20% ان جميع الانيمي اللي حولك راح يطيحوا في الأرض او انه راح يكون لهم ميزة النكداون بحيث انهم يسقطوا في الأرض وانت تقدر تكتلهم او انك تقدر تتعامل معهم حسب الطريقة اللي انت تلعبها في القيم اللي انت تلعبه فهذا هو باختصار طريقة التعامل مع هذه الأركين اتمنى تكون واضحة يا اخوان لكم جميعا لا تنسوا يا اخوان دعم القناة اشتراك و لايك ولا تنسوا يا اخوان نشر الفيديوهات وبإذن الله نحن نفيدكم اكثر واكثر في لعبة وار فريم بالتوفيق يا شباب